موسيقى مساء الخير يا عزيزي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من بنوك واستثمار معكم إسماعيل الحمد لما تيجي تئيس أداء اقتصاد أي دولة في العالم على طول بتبص على مؤشرات الاقتصاد الكل وضعها إيه كانت إيه بقت عاملة إزاي إزاي هذه الأرقام تغيرت معدلات النمو معدلات الانخفاض كل دي أمور لازم تبص عليها الأمور دي بتتغير خاصة بعد تدعيات جائحة كورونا من أهم المؤشرات الاقتصادية اللي جائحة كورونا أثرت عليها بشكل كبير جدا يمكن هم مؤشرين الحقيقة هم مهمين غير معشرات النمو عندك التضخم والبطالة دول مهمين جدا لأن لما الدول عملت إغلاق في بداية انتشار جائحة كورونا كثير من العاملين في العالم فقدوا وظائفهم ناس كتير ثابت شغلها على مستوى العالم وفي الاقتصادات الكبيرة ويمكن كمان بسبب الإقبال الكبير على السلع بالإضافة إلى ما حدث في معدلات البطالة الأسعار زادت بشكل كبير جدا وحصل ما يعرف بالتضخم الموضوع هنا في مصر كان مختلف الدولة قدرت أنها تسيطر على معدلات التضخم ضمن مستهدفات اللي حطها البنك المركزي المصري وده بصراحة بيقول أن فيه رؤية وأن البنك المركزي ماشي بشكل ثابت وفعال في استهداف معدلات التضخم كمان معدلات البطالة انخفضت وهنا هنقول أسباب يعني يمكن الكلام ده لو اتكلمنا عن التضخم على سبيل المثال هنلاقي أن الدولة اشتغلت على كذا محور منهم ضخ سلع في السوق بزيادة علشان ما يحصلش أي تغير فيه الأسعار ده غير طبعا الرقابة المحكمة على الأسواق بالإضافة إلى أن الدولة عملت مبادرات كثيرة جدا للمصانع والشركات علشان تساعدها أنها تزود إنتاجها ويمكن شوفنا ده في المصانع المتعثرة شوفنا ده في قطاعات كثيرة جدا بجانب اللي فيه سياسة نقدية حكيمة جدا بيتم تطبيقها منذ بداية الجائحة وأنا بصراحة مش عايز أقول منذ بداية الجائحة لا ده كمان منذ الإصلاح الاقتصادي مصر فيها بنك مركزي يعمل بكفاءة المؤشر التاني وهو مؤشر البطالة البطالة الحقيقة نزلت من يعني مستوى يقارب العشرة في المية إلى تسعة ستة من عشرة في المية في الربع الثاني من عشرين عشرين إلى سبعة ونص في المية في الربع الثالث من عشرين واحد وعشرين وهنا لازم نقف عند الرقم ده لأنه الحقيقة الوقت ده في العالم كله كان الناس بتفقد وظائفها معدلات البطالة ترتفع في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا في أغلب الاقتصادات حول العالم لكن في مصر معدل البطالة كان بينخفض الناس بتلاقي شغل أكتر وده بسبب أن الدولة المصرية بتعمل عدد كبير جدا من المشروعات القومية مش بس كده أن الدولة بتعمل مشروعات وبس لا المشروعات دي موجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية سهمت بشكل كبير جدا في توفير مئات الألاف بالملايين من فرص العمل للشباب وغيرهم بالتالي الكلام ده كان له دور كبير جدا في الخفاض معدلات البطالة إزاي مصر قدرت تعمل الكلام ده إيه الدور اللي لعبته السياسة النقدية في موضوع التضخم والبطالة إيه المسارات المتوقعة للسياسة النقدية في العام الحالي ده اللي هنتناقش فيه مع ضفنا الأستاذ محمد عبد العال الخبير المصرفي أهلا وسهلا بحضرت أستاذ محمد يعني يمكن السؤال دايما حول مسألة الأسعار والتضخم وإحنا النهاردة كمان شايفين في موجة تضخمية على مستوى العالم بتؤثر على يمكن كبريات الاقتصادات في العالم مش بس الأسواء النشأة أول دول النامية من وجهة نظر حضرتك شايف يمكن كيف يمكن أن يتطور معدل التضخم في مصر خلال 2022 تمام سؤال مهم جدا بس اللي هو اللي عايزة أشكرك على المقدمة الهنة جدا اللي انت خاصلنا في حبة إسبرين قصة نجاح السياسة النقدية في السيطرة على التضخم وده في تصوري كان نجاح يعني غير مسبوق ويدرس بالنسبة للدول النشأة الأخرى لأن انت عارف أن احنا بدأنا قصة البرنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي وكان من آثاره ارتفاعات كبيرة جدا في الأسعار نتيجة إعادة عيكلة الاقتصاد رفع الدعم لغاءت بعض يعني محاولة معالجة العجز اللي موجود في الموازنة إلى آخره ترتب على ارتفاعات في التضخم وصلت 33% من ساعتها البنك المركزي بدأ كانت تغير كل مخططاته إلى استهداف التضخم والسيطرة على الأسعار وبدأ يبدأ فيه استباع سياسة تقييدية برفع أسعار الفايدة برفعها ب700 نقطة أساتي يعني 7% لوصلنا إلى 20% لخلال فترة لغاية أكتوبر 2019 انقفض التضخم إلى أدنى مستوى له 3% من مستويات 30% من 35% تقريبا نزل لحد 3% استطاع أن يسيطر على التضخم في الفترة دي بحيث أن معدل زيادة الأسعار للمستهلكين تبقى سنويا في حدود 3.5% وهذا كان إعجاز في المرحلة دي جت صدمة كورونا بس الحمد لله أننا قبل جائحة كورونا كنا مستعدين والدنيا هادية واستهدفت التضخم ونزلت المستوى معقولة برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بدأنا فيه لو لا ما كانش نقدر ننجح ولو بدرجة بسيطة من النجاحات اللي تحققت وإحنا بنواجه صدمة كورونا ونمتص الصدمة دي برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتب عليه أن أولا تعويم الجنيه المصري فكسرنا السوق السوداء وتدفقت ملايين مليارات الدولارات حوالي 500 مليار دولار وصلوا من يوم التعويم حتى الآن مبالغ كبيرة جدا انتهت السوق السوداء بقى الاقتصاد القومي الظاهر بحققته لا أحبحت الدولة عندها قدرة على أنها توفر العملة الصعبة تضخ في كل ويقولك أنت بتمول المشروعات دي منين ما هو وجدت كلها من عجز شديد سيفير شورتز في النقد الأجنبي إلى فائد معقول بتستطيع أنك أنت تعتمد عليه فيه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالتنسيق معاه استطعنا أن ننجح في ثلاث سنوات نحن نجد هذا البرنامج اللي ترتب عليه تحقيق معدل نمو اقتصادي خمسة وستة من عشرة في المية صحيح فائد في الموازنة أولي لأول مرة في التاريخ العجز في الموازنة كمان الاحتياط النقدي ارتفع لأول مرة في التاريخ إلى خمسة واربعين مليار دولار ودي كانت يعني دعامة قوية جدا للاقتصاد ودام مؤسسات التصنيف الاقتماني ومؤسسات الدولية سواء البنك الدولية كل العالم بدأ ينظر لنا نظرة مختلفة أن احنا حققنا نجاحات في فترة قصيرة جدا والتزمنا بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بكل خطوات بعد كده دخلت كورونا وكانت صدمة عنيفة على كل العالم وكان يتعين علينا أن احنا نبدأ نخش نمتص هذه الصدمة ونقلل من تدعيتها ولولا برنامج الاصلاح الاقتصادي ده اللي هو دانا كان ساقط يعني حقق صدق ضد توجهات أخرى كان ممكن أن احنا نتجه إليها فبدأنا في نتعامل مع الوضع بشكل يعني بتأني المجموعة الاقتصادية الرئيس الحكومة البنك المركزي حددت مسارات للعمل كان قدامنا ثلاث اختيارات إما أن احنا نتبع استراتيجية إغلاق تام وفي الحالة دي كان معدل النمو هيبقى سلبي أو أن احنا نبقى في الوسط وهنا معدل النمو هيبقى ما بين واحد في المية أو ثالب واحد في المية أو نحنا نشتغل زي ما احنا بكامل قوتنا سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو في كل مؤسسات الدولة تبدأ واختارت الحكومة الاستراتيجية التالتة اللي هي أن احنا نشتغل بكامل قوتنا وبالتالي كانت مصر هي من ضمن البلاد الوحيدة والندرة اللي استطاعت أنها تخرج بمعدل نمو إيجابي من الجائحة في عام عشرين اثنين وثلاثة من عشر في المية أو ما يقرب ثلاثة في المية في بعض الأرقام يعني إحنا لو بصينا على دول العالم كلها النهاردة ورغم أن الكورونا لسه موجودة والمتحور كل شوية بتغير إلا أن الأسواق العالمية بدأت ترجع أنها تشتغل مرة تانية ده بيفسر أن مصر كانت رؤيتها من الأول صائبة أنها بتشتغل أنا عايز بقى أوصل للمحددين اللي حضرتك قلت لهم اللي هو التدخم والبطالة لأن مع بداية دخولنا فيه غير البنك المركزي بقى سياسة تقييدية إلى سياسة فائقة التأثير مش تأثيرية بس فائقة التأثير وجه في متصف في مارس 21 رح مقفض الفايدة مرة واحدة أربعة في المية عشان يشغل السوق إيه مقفض الفايدة بعد كده تأثير في المية ثم نصف نصف أربعة في المية وبالتالي بقت أسعار العائد الأساسية السائدة في السوق تمانية وربعة تسعة وربعة في المية وظلت سابتة منذ تاريخ حتى الآن تمن اجتماعات متتالية لم يغير البنك المركزي من سياسته التأثيرية لدفع النمو وتشجيع المنتجين ورجال الأعمال على الاقتراض بأسعار معقولة بحيث أن السلع للمنتج النهائي للمستهلك النهائي تطلع في شكل معقول إن نحس السعر ولكن هل اكتفى البنك المركزي بهذا فقط؟ لا مع سياسة تيسيرية في قفض أسعار الفايدة إلى ثمانية وربعة تسعة وربعة بدأت هناك أسعار التمويل بس عشان أسعار التمويل مجموعة أخرى من المبادرات التي يستهدف منها ضخ سيولة في قطاعات انتقائية مؤسرة في نمو الاقتصادي وبدأ يديها ويقرضها أو يمولها بأسعار فايدة تقل حتى عن أسعار الاسترشادية للكوليدور بدأ يعمل مبادرات بمليارات الدولار كلنا عارفينها في قطاع الصناعة في قطاع العقارات في قطاع الصراعي وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتنائية الصبر بأسعار فايدة كانت عشرة ثم يخفضها لثمانية في المية ثم لبعض القطاعات زي القطاع العقاري مبادرات بثلاثة في المية ثم في قطاعات أخرى بثلاثة في المية في مثلا التحول إلى السيارات ذات المزدوج الاستخدام لوقود المزدوج بالعكس كمان في مبادرة أخيرة للقطاع الزراعي للتحول إلى الرأي الحديث بزيره عائد مفيش تحمل أي فايدة يعني تأخذ التمويل هنا البنوك المحلية يعني عفواً لقطع كلام حضرتك البنوك المحلية اللي تحديداً منتكلم على البنوك الوطنية الحكومية زي البنك الأهلي وبنك مصر لعبة دور مهمة جداً في مسألة أسعار الفايدة كانت بتطرح شهادات وبتطرح بأسعار فايدة عالية عشان تساعد البنك المركزي في جذب السيولة من السوق في حين أنه كان فيه التمويل بأسعار منخفضة وهنا البنوك العامة تحملت تكلفة كبيرة أنا بشكرك على سارة النقطة دي مهمة جداً لأننا أما بنقول أن البنك المركزي اتبع سياسة تيسيرية فائقة التيسير أنا بضيف عليها كمان أنها مارنة جداً وذات تشقيه الشق الأولاني أنه بيساعد المنتجين على الحصول على تمويل بتكلفة منخفضة ولكن أيضاً عينه على المدخرين والقطاع العائلي القطاع العائلي حاطت تلت ستة تريليون ودايع جوه البنوك طب أي أهمية القطاع العائلي طب الأسعار الفائدة في العالم كله نصف في المية واحد في المية وزيرو برسان لكن إحنا محتاجين أن نزود مواجهة التضخم أنا محتاجة أزود السهلاك أنا مش عايزة أوصل تضخم لنقود قثيرة تطارد سلع قليلة لكن أنا مش عايزة أخش في ركود لازم مع الإنتاج الكبير وبأسعار تكلفة معقولة لازم عندي كمان استهلاك عشان نزود الطلب عليه عشان المنتج يلاقي حد بيشتري سلعته عشان يكسب بردك وعشان يزود إنتاجه ويشغل ناس أكتر وبالتالي البنوك المملوكة للدولة أو القطاع العام زي ما احنا بنقول لعبة دور استراتيجي ما حد يشغل باله منه في الحتة دي لما خدت جرين لاين من البنك المركزي إنها تعمل قوايا دخارية مميزة بأسعار فايدة شهادات بأسعار فايدة وصلت إلى خمسة عشرين عشرين سبعتاشر وفاستاشر وفاستاشر ومعدين الآن حداشر في المية حداشر في المية بتمثل عائد كويس للم يعني خلي بالك احنا بتكلم في سعر فايدة موجة بالأيام دي وكاننا بالتدخل آه طبعا على عكس ما كان موجودة معايزين الناس تعرف يعني إيه سعر الفايدة الحقيقي العائد الحقيقي ليس هو سعر الفايدة اللي أنا بخذه يعني عشرين في المية كانت وقتها أفضل ولا على حداشر النهار يا رئيس أنا حقول لك دلوقتي حاجة فاطب أنا بنك كمية هديك عشرين في المية مه تخرج الصبح واخذ معاك عشرين في المية طب لما عشرين في المية أياما فتضخم خمسة و ثلاثين في المية كان خمسة و ثلاثين في المية انت قصران خمستاشر في المية على طول كده مه لكن النهاردة ده بنسميه معادل منحنا العائد على ال اه تكلم ستة في المية في شكل أزول قزانة وسندات قزانة بتحقق لك عائد أعلى من كده بس على شورت تيرن سنة طيب الخمسة في المئة والستة في المئة في الدول الكبيرة في العالم كله كم دي موجودة؟ يعني في حد بياخد في حد بياخد فايدة خمسة ستة في المئة في أمريكا في أوروبا في الدول لا يا رئيس في بعض الدول بس ما فيهاش استقرار سياسي وفيها مخاطر سيادية وفيها مخاطر تعصر يعني مش عايزين نذكر بلاد لكن ممكن تلاقي في بلد في يوم من ملأ أرجنتين كانت تديك أربعة أربعين في المئة بس أنت مش داما تدخل بفلوسك وتخلق لا يمكن سيد محمد يعني هنكمل كلامنا بعد الفاصل عن رحلة التضخم ومعدلات البطالة بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين ابقوا معنا مصر بعد الإصلاح الاقتصادي من خلال البنك المركزي والدور اللي لعبوا فيه السياسة النقدية أنها تحافظ على معدلات تضخم أو تستهدف معدلات التضخم وتوصل بها لمعدلات يمكن غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري كمان خلال الجائحة وكل المبادرات اللي شفناها يمكن اللي أطلقها السيد الرئيس ونفذها القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الأخرى سهمت الحقيقة في الحفاظ على معدلات جيدة للأسعار ومعدلات جيدة للتضخم داخل السوق المصري وشفنا معدلات بطالة بتنخفض على عكس ما بيحصل في العالم كله إيه السر وراء الكلام ده أستاذ محمد عبد العالي الخبير المصرفي نكمل كلامنا مع حضرتك في رحلة التضخم حضرتك وصلنا ليه الجائحة والمبادرات اللي اتعاملت وإزاي أن القطاع المصرفي قدر أو لعب دور مهم جدا في استهداف التضخم أجوة البطالة وإحنا هنأجي البطالة سنة بسيطة فضل لغاية منكمل توقعاتنا للتضخم في عام 2 كنت عايزة نحط التضخم لتنين على بعض وده سؤالك ما هو مرتبطين ببعض الحياة يعني فإحنا بصينا على معدل التضخم متوسط التضخم في عام 21 ما بين خمسة خمسة ونصف مرة نزول مرة طلوع والشهارين الأخرين بدأ يتجاوز واقترب من الستة البنك المركزي كان حطت مستهدف صدق طبعا ومدال أنت مستهدفات البنك المركزي منذ التعويم حتى الآن كان بدأ على ما أتذكر 13% زائد أو نقص 3% ثم 9% زائد أو نقص 3% في السنتين التاليين ثم السنتين الأخرين اللي هو ما بينتهوا في عام 22 7% زائد أو نقص 2% طيب إحنا بنقول أن ارتفع معدل التضخم التضخم العام اللي بيزر 6% 6% وتضخم الأساسي أيضا ارتفع إلى 6% ولكنهم الأثنان مادال قابعيني في المستهدف تحت المستهدف طب أنت شايف أنه يعني هنفضل في نفس المستهدف بتاع البنك المركزي ولا المتغيرات كان لبالك برضو يعني السوب يتأثر بالأحداث العالمية هنأتكلم بالطبع بالطبع واضح أن احنا كنا ماشيين وذين هذا المستهدف اللي وضعه البنك المركزي وأعتقد أن احنا هنستمر المحدد اللي حضرتك لمحت إليه دلوقتي لأنه مش العوامل الداخلية فقط إنما هناك عوامل خارجية العوامل الداخلية اللي كانت إما بتقلل عرض السلع وبالتالي يبقى فيه طلب وارتفع الأسعار أو فيه زيادة في النقود كثيرة جدا بتطارد سلع قليلة ودي المرين احنا بها من مرحلة اللي فاتت والبنك المركزي استطاع أن يسيطر عليها برفع سعر الفائل وسحب سيولة ورفع كمان نسبة الاحتياط القانوني من 10 الإلزامي إلى 14% الاثنين دول خلوه سيطر على التضخم جينا بقى هناك عامل جديد اللي هو التضخم المستورد لأن ما بدأت التعافي بقى مع بداية 21 ومنتصف 21 بدأ العالم يتعافى وخطوط الأمداد تبدأ تتحسن والسفر يبدأ يتفك وعمليات التصدير والاسترار تشتغل والمصانع تعود من الضلقة ترجع تشتغل تاني على مستوى العالم فزاد الطلب على المواد أنا بتكلم فوق أوروبا وأمريكا على المواد الصين والناس بدأت تخرج من بيوتها وترجع تاني شغلها والصين طبعا على أكتر وزاد الطلب على مستلزمات الانتاج الرئيسية وبالذات الطاقة ارتفعت أسعار البترول في الشهرين اللي فاتوا دول بمتوسط وصل أهدان برينت البرميل متوسطه 71 ونص طبعا هي دلوقتي 86 وهناك تقديرات بتقول أنها يوصل لمية لو في وقت هنتكلم في المقطة دي ولكن ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى اللي هو 71 من متوسط السنة اللي فاتت كانت 40 فرقة بير جدا 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 خلك كل عناصر الطاقة المشتقة برة ارتفعت أسعارها وحصل شورتيج وبدأت الدول اللي يقول لك هسحب من مخزونها والتاني يقول لك لا ودول أوبك بلاس تقول لك أنا هزود ربمية برميل في الشهر بالتدريج في السنة الجاية وهل فيه التزام؟ ما فيش التزام السياسة بتدخل وضع الصين كل الحاجات دي خلت فيه توتر في الأسعار زادت متوسط أسعار السلع الغذائية وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة 33% وانخفض التاني حاليا 23% متوسط ارتفاع السلع الغذائية إذن الفرق في ارتفاع المحصلة في ارتفاع لأن الطاقة رفعت الأمونيا الأمونيا رفعت أسعار الأسمية طب يعني بشكل مبسط كده لسادة المشاهدين إحنا بنتكلم أن أسباب ارتفاع الأسعار أو ارتفاع معدلات التضخم اللي هي بتاعك ارتفاع الأسعار بيكون في الغالب له سببين ارتفاع بسبب التكلفة أيوة أو ارتفاع بسبب زيادة الطلب زيادة أسعار الخامات نفسها حلو ما هو دا تكلفة اللي حصل في العالم النهاردة أنه الارتفاع جاي من ناحيتين أيوة بس أنا من رأتي يهمني تأثيره علي أنا بوس اسميل بي الوقت لو ارتفعت أسعار السلع اللي احنا الخامات والسلع الاستراتيجية اللي احنا بنستوردها واستمرت في ارتفاعها واحنا بنستورد ستين في المية مثلا من خامات الصناعة من الخارج معناها أن الأسعار عندنا ترتفع طبيعي وهنا يبقى تأثير الأسعار التضخم علينا مباشر وهنا ما ينفعش معاها علاج السياسة النقدية هنروح له ما ينفعش هنروح له إنما الدولة بدأت تحاصر الحتة دي بمجموعة من الإجراءات عشان تقلص شوية من تأثير المحتمل من السلع المستوردة على المنتجات النهائية وبالتالي للمستهلك المصري وبالتالي على معدل التضخم والحقيقة كان تأثيرها بردك مؤثر وحاسم طيب يعني حارك أفهم من كلام حضرية حارك بتتوقع أن الأمور تمشي في إطار في الغالب يعني في إطار المستهدى في البنك المركزي للمعدلات التضخم السؤال البنك المركزي قبل كده لما كان عندنا معدلات تضخم عالية كان واضح وصريح في استهداف التضخم بآلية أسعار الفائدة تتوقع تكرار نفس السيناريو ولا الأمور مختلفة المرات أنا أعارض وعايز أوضح برضك لسادة المشاهدين القطر من اتباع رفع سعر الفائدة في المرحلة اللي جاية دي لأن أنت عايز تسيطر على الأسعار وتكبح كباح التضخم طب ترفع أسعار الفائدة طب ما ترفع أسعار الفائدة أو العائد معناها تزود تكلفة الاختراض يعني ارتفاع تكلفة يبقى في الحالة دي أنت بتزود التضخم نمرة اتنين زي ما حضرتك قلت في بداية الحديث أن لو أنت حطت شهادة بتاخد عائد 11 في المرحلة أنه في مجموعة كبيرة جدا من المبادرات اللي بتضق سيولة في السوق ومجموعة كبيرة من الإجراءات التسيرية اللي هي بتساع ودي كانت من أهم العوامل اللي قلصت من حدة التضخم المستورد علينا اللي هو استمرار السياسة النقدية التسيرية من البنك المركزي في ضخ سيولة والاجتماع اللي عمله البنك المركزي في نهاية 21 مع البنوك وقال لهم ما معناه أن احنا ما زلنا في قلب الجائح ويتعين أن سياستنا ما تتغيرش على الإطلاق في دفع السيولة وضخ السيولة ثم أصدر خرارات بتمديد كل حزم التيسيرات والإجراءات لستة أشهر تالية يعني في ناس كتير جدا في الفترة دي يعني متحير عايز يحط فلوسه في البنك أو يشغلها في مشروع من وجهة نظر حضرتك النهاردة اتخاذ قرار الإدخار أو حتى أنك تستثمر أموالك في السوق وتشتغل أو تعمل مشروع هل الناس تنتظر ارتفاع أسعار فايدة ولا خد قرار وسواء يتعامل مع البنك أو يحط مشروعه النهاردة ويكسب بالنهاردة أقول لك حاجة من خبرتي طول العمر ده كله رجل الأعمال بيتولد رجل الأعمال يعني البزنسمان ده بيفترق عن الموظف أو المدخل الصغير أو التقليدي يعني ده بيتحمل مقاطر ريسك تيكر إنما الشخص التاني هو يحط فلوسه في البنك فكرة أن رجل الأعمال مش أنه تولد معه فلوس يعني هو تفكيره كده هو تفكيره كده الكالشار بتاعه كده هو مش عينفع يعني بنشوف رواد عماله بينجحه وفعلك بين يوم الأول ما بيشتغلش موظف في بعض الأحيان السياسة النقدية بتكبره أنه هو يترفع سعر الفائدة جابت جدا عشان هي عايزة تقلل التضخم وتهدي الشغل شوية فيسحب الفلوس أو جزء منها يحطها في البنك إلى أن ترجع تاني في أمريكا وأوروبا ليه أسعر الفائدة زيرو وتحط الفلوس تدفع في اليابان وفي سويسرا في البنك تدفع فلوس تدفع للبنك مش البنك اللي بيدفع أنه هو بيديك إن شغلك الفلوس ليه؟ عشان يدفعوا الناس إنها تشتغل بس هو معادلة التضخم كمان حتى في اليابان يعني طول أمرها لا طبعا ما هو حتم وفي أمريكا كان معادلة التضخم مستهدف من الفيدر ريزير في 2% دلوقتي يوم الجمعة اللي قبل فات كان 7% في شهر ديسمبر و4.2% المتوسط السنوي وبالتالي يوم متوجهين بدأوا يسحبوا السيولة من الأصول دي نقطة مهمة تحركات الاقتصادات الكبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها في على مستوى العالم في حتة أسعار الفايدة على عملتها بتدفع الاقتصادات الناشئة إلى اتخاذ قرارات توقعاتك اللي ممكن يحصل على مستوى العالمي إيه؟ في إطار توجهات الفيدرالي الأمريكي على سبيل المثال وإنعكاسه دي على الأسواق الناشئة اللي هو الاقتصاد المصري جزء من هذا العالم خلينا حناخد الجانب السلبي ثم الجانب الإيجابي الجانب السلبي تشاء أمي أن أسعار الفايدة تبدأ تطلع هناك وبالتالي المستثمرين في أوراق الدين العام في الدول الناشئة من عمصر يسحبوا استثماراتهم لسببين تكلفة الأموال اللي بيقترضوها عشان يجيبوها عندنا وهو هيجيب من أم يجيبوه ويروح يقترض من البنوك مثلا باتنين تلاتة في المية ويجيبها عندنا يحولها بقم وستاشر خمسة وستين ويروح على سوق تانية ياخد أكتر وخطها في زون خزانة أو سندات خزانة ويبقى حاسب اللي ينتعب وبعدين يخرج في الوقت المناسب ويدفع ضرائب ويفضل مع مرسل ويدفع ضرائب ويشوف النت بعد ما يراعي ظروف التدقم هنا وإناك إذا لقى إيجابي بيروح مصر يروح البرازيل يروح تركيا يروح زي ما يروح لكن لو الناس دي بقى رفعت أصالح هيقعد هيسحب فلوسه ويروح أمد يسد اللي عليه وخلاص ده الجانب السلب التشاؤمي وأنا مش بخاف من الحتة دي قوي وهقولك ليه النقطة التانية إن مع رفع أسعار الفايدة هناك مستوات الأسعار والتدقم هيبدأ يقل مستوات الأسعار هتبقى تقل خلاص ترجع بعد سنة تنين ترجع تاني أسعار الفايدة تنزل لازم مستقل تماما عن السياسة وملوش علاقة بالحكومة هو شايف مؤشرات بيشتغل عليه فإذا لقى أن استقرت ارتباعات الأسعار يبدأ يقلل سعر الفايدة تاني فترجع تاني العمليات رائحة جاية رائحة جاية نمرى تلاتة الناحية بقى الأخرى أنا يعني كل موضوع الاستثمار الأجنبي غير المباشر يعني عشرين تلاتين فأقصى حاجة وفقا لفتش في سبتمبر وصل تلاتة وتلاتين مليار هو طبعا بيسنده بريتج مؤقت لكن بنسميها هوت ماني ممكن يتسحبه قبل كده وممكن يتسحبه تاني صحيح فإحنا عاملين حساب صحيح يعني توقعات حضرتك أن الأمور ستكون في إطار معدل التدخم أتوقع أنه هيزل في مبين تحت محدد البنك المركزي رقم أحادي لن يزيد عن 9% وننتظر لغاية منتصف العام لنبدأ هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك ونشوف مصر عملت إيه في البطالة ومعدلات البطالة وتوفير الوظائف داخل السوق المصري أعزائي المشاهدين ابقوا معنا ستة أو سبع سنين مصر بتشتغل شغل من نار مشروعات ما بتقفش في كل حتة فيك يا مصر في كل القطاعات الاقتصادية في الصناعة في التجارة في الزراعة في القطاع العقاري وغيره في القطاع الخدمي في قطاعات الطاقة مصر بتشتغل شغل من حديد الكلام ده كان لازم يكونه تأثير كبير جدا مش بس على وضع الاقتصاد المصر لكن على واحد من أهم المعايير أو المؤشرات اللي الناس بتبص لها لما تيجي تبص وتقيم أي اقتصاد في الدنيا هو البطالة البطالة أستاذ محمد انخفضت في مصر في وقت ما كانت بترتفع فيه في العالم كله الرحلة كانت عاملة إزاي على مدار ست سبع سنين شوفها التغيير في فلسفة إدارة موضوع البطالة حاجة مهمة جدا كنا في العصر قريب جدا كنا بنقضي على البطالة بالشعرات احنا معدل النمو السكاني 2.5% يعني بنزيد 2.5 مليون حاليا هذا الرقم ده متزايد اه طبعا وتبقى القرارات ان احنا تعيين دفعة من كذا نسيب الناس تخش كليات وتتقرر من مش عارفين راحين فين التعليم بالدروس الخصوصية الى اخره لكن موضوع البطالة في حد ذاتها كمؤشر اقتصادي كسياسة اقتصادية منظومة اقتصادية لم يكن احد يضع لها اساسي باختصار شديد النهاردة الناس بتقولك انا على عالج البطالة فيدباك بروسيس انا هبدأ من تحت ازاي تعالى هل احنا نكون الناس سمع عن حاجة سمع الصناعات الموسطة والصغيرة ومتنعية الصغر لم يكن هذا المنظومة موجودة ولكن في تعريف موحد ولكن ولما وجدتش شعاره بس ولكن بقى فيه استراتيجية واهداف وإطار بقى فيه بنية تشريعية بقى فيه مبادرات بقى فيه تعريفات بقى فيه كمان مزايا يعني بتتعدي وعشان كده بقى حد يسألني قول لي الرقم لان الناس هي ارقام احنا صرفنا حتى الآن على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتنعية الصغر ربعمائة مليار ربعمائة مليار ربعمائة مليار جنيه جنيه اه دي مؤطار مبادرة السادة الرئيس اه خلي بالك الربعمائة مليار جنيه دول مهماش مبلغ يتصرفوا بس لا ده فليكسبول زي ما حدتك قلت ممكن يزيد لان حطت له انا الدوافع اللي تتخليه يزيد مع الايام لان معدر السوك يعني اصحاب هذي المشروعات اخدوا من البنوك تمولات بربعمائة مليار جنيه جنيه مما هدوها حطوها في جيبهم لا اشتغلوا بيها طبعا البنك عمره ما هيسيبك تاخد فلوس من غير ما يشوفك بتعمل ايه ده عنديلي بيسس معاك فده معناه بقى ان في ناس اشتغلت هو بيشترط اهاتلي برينت من التأمينيات عندك كما عامل وريني مشروعك ايه الالات اللي انتجر كل الحاجات دي ودي حاج كويسة بعد كده ربط معدل نمو المحافظ الاقتبانية في البنوك بالرقم ده الاول كان عشرين في المحافظة الاقتبانية توجيهم للصناعة السيارة انت هتدي راجل اعمال كبير مليار وتسيب لدول لا لا يا حبيبي تعالى انت عشرين في المية من المحافظة بتاعتك دلوقتي بقت خمسة وعشرين كبه ودلوقتي بقت خمسة وعشرين في المية وعشرة في المية للصناعات الصغيرة اذا كل من المحافظة اللي انت شايفها كل الاقتمان كامل النهاردة قربة تلاتة تريليون صحيح خمسة عشرين في المية منه لازم يواجه الى الصناعات الصغيرة ومتنصات يبقى انت ضمنت بدون ما تعمل قرارات وبدون ما تعمل اه مشاكل ان المنوك هتمول ان معدل التشغيل التشغيل بنسميه التشغيل صحيح او التوظيف قائم معاك المفتاح لان النهاردة انا هاخد قرض هعمل مشروع هشغل تلاتة اربعة خمسة خمسة وعشرين واحدة على حسب طب معلش عندي سؤال بيضافة لموضوع للمشاعة الصغيرة ومتوسط ده شكل مباشر واضح لكن احنا النهاردة لما نيجي نقول فيه انشاء فيه عقار بيتبني او فيه طريق بيتعمل هل هنا الناس اللي بتشتغل فيه في فئة معينة ولا فيه قطاعات كثيرة جدا مرتبطة بتوظف الناس في فئات كثيرة ووظائف مختلفة سؤال مهم جدا ده بيدخل قطاع الانشاء والعقارات القطاع ده بيشكل تقريبا 16% من الجي دي بي من اجمال النتج المحلي بيشتغل فيه 90 مهنة بيؤثر في عشر قطاع يعني من المحاسب المحامي طبعا محامي محاسب التاجر التاجر مزرعة فيها دكتور بيتاري وفيها محاسب وفيها مهند الزراعي وفيها عمالة يومية وهكذا وتشغيل مصانع وقطع غيار يعني فالعملية منظومة متكاملة زي ما حدثتك قلت المرافق النهاردة وانت بتشتغل لو طلعت على المحور هتلاقي شركات كلها شركات قطاع خاص رفع العلم بتاعها جنب عالم مصر شركة كذا كذا عالم وعالم مصر عالم وعالم عشي بيقولك قطاع الخاص مشتغلش لا هذا القطاع الخاص هو اللي بينفذ استراتيجية الدولة وبالتالي هتبص تلاقي عمال بتشتغل وغفير قاعد وكشك عامل قاعد بيعمل قهوة وشاي وكشك فيه واحدة ست بتخدم عليهم وهكذا كل المهن بتشتغل حرفية ومهنية ومهندسين ومشرفين صحيح في ديه أسوال محمد يعني توقعت حضرتك إيه لمعدلات البطالة خلال الفترة اللي جاي أنا أعتقد أن مع إحنا نشوف معدل نمو الاقتصادي فيه الربع حتى الربع الثالث وصل لـ 8 و 9 من 10 وده بيدينا لفرج أن نحن نحقق المستعدفات بتاعة صندوق النقد الدولي ومتوقعات صندوق النقد الدولي لنا ووزارة التقديد أنها توصل لـ 5 و 18% عشان أنت تحقق هذه النمو لازم معدل التجهيل يوصل على الأقل على السعر الحالي المعدل الحالي أو يتحسن شوية يبقى يوصل لـ 9 يعني أنت بتكلم على معدل البطالة أو للتجهيل أنا أتكلم هنا على معدل البطالة تنخفض إلى هي كلها مختبطة ببعضة 6 ونص إلى 7% دي توقعات الفترة الفترة اللي جاية عشان نحقق معدل النمو اللي مطلوب لأن أنت تشتغل بإيه مهما وصلنا من التكنولوجيا إحنا عندنا أربع قطاعات مؤسرة مستهدفينهم قطاع الزراعي قطاع الصناعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القطاع الطبي كل دي بتاخد عمالة كثيفة جدا تنشيط الصناعات المتوسطة والصغيرة متناهية الساب كل دا بياخد عندنا الكثير من الأسباب اللي بتقول أن معدلات البطالة خلال الفترة اللي جاية في انخفاض مستمر أستاذ محمد عبدالعال بشكر حضرتك شكرا جزيلا عزيزيزي المشاهدين في نهاية حليتنا النهاردة بشكر الأستاذ محمد عبدالعال الخبير المصرافي على وجوده معنا وبشكركم بالطبع عزيزي المشاهدين على طيب المتابعة أشوفكم الأسبوع البقبل في نفس التوقيت إلى اللقاء